الحمد لله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل من في النار أما بعد فيا أيها المسلمون هذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا على هذا المنبر ونحن نتحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنزلتها ومكانتها في هذا الدين ما مضى من أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي هي وحي من الله عز وجل نهى في المرتبة الأولى مع كتاب الله عز وجل من حيث الحجية والتشريع وأنه لا يمكن ويعمل بشريعة الله عز وجل ويتحاكم إليها إلا وهو يؤمن بالسنة النبوية الشريفة ويؤمن بأن هذه السنة هي بمثابة البيان الذي كلف الله سبحانه وتعالى نبيه به وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وتحدثنا فيما مضى من أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة أمرها ونبههم إلى أهمية سنته صلى الله عليه وآله وسلم وأن التمسك بها فريضة من فرائض هذا الدين ولا يصح إسلام المر وهو لا يؤمن بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤمن بأنه هو المبين لما أنزله الله عز وجل في كتابه وهذا الذي أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه أمته كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم الثلة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الناس بمعرفة ذلك والاعتناء بذلك فكانوا آريسين شد الحرس على سماع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ وحفظ كلامه وبلاغه إلى من بعدهم فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد بشفاعتك يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة يسألني عن هذا أحد أول منك لما علمت من حرسك على الحديث ثم قال له أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه أو خالصا بها نفسه ولحرسهم على سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحفظ من كانوا يتناوبون إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم إذ من المعلوم أن من الصحابة من كان يزاول التجارة فكان يمشي إلى السوق للبيء والشراء ومنهم من كان يزاول الزراعة فكان يمشي إلى حرثه وزراعته لكنهم لكثرة حرصهم على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه فكانوا يتناوبون النزول إليه صلى الله عليه وسلم فيتناوب جار مع جاره فيذهب أحدهم اليوم إلى السوق أو إلى المزرعة ليكون ليكون جاره في مسجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجأ أخبره بما دار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل فيه من الوحي وهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عن قال كنت أنا وجار لي في بني أمية بن زيد من العوالي كنا وكنا نتناوب نتناوب أن نزول إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فأنزل يوما فإذا نزل جاءني بما كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل فيه من الوحي ثم أنزل وآتيه بما كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نزل من الوحي فهذا دليل على شدة حرسهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعه وحفظه لأنه هو الدين ولأن من لا يعلم ما أنزل على رسوله وما كان من بيانه صلى الله عليه وسلم لهذا التنزيل فإنه لا يعلم من هذا الدين شيئا وكان من شدة حرسهم أن أحدهم يرحل رحلة طويلة من مكان بعيد حتى يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسمع حديثا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم أحد سبت في صحيح البخاري من حديث أقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت ابنة لأبي لأبي إهاب ابن عزيز فجاءت امرأة فقالت إنها أرضعتني فقالت إنها أرضعتني والتي تزوجت فقلت أنا لا أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب أي من المدينة من مكة إذ كان بها نازلا ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطع الفياف حتى أتى المدينة فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقتها فنكحت زوجا غيرا فهذا في مسألة واحدة تكبد مشاق الرحلة من مكة إلى المدينة ليسأل عن هذه النازلة وليل على حرسهم لسماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أحكامه كما في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب فمكث فمكثنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرين يوما وليلة وكان رسول عليه وسلم لنا رحيما رفيقا فسعى لنا عن من تركنا فلما رأى أننا اشتقنا إليهم أو أننا اشتهينا إليهم واشتقينا إليهم قال ارجعوا إلى أهليكم ما رأيتم لأسلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أكثركم فهؤلاء تركوا أهاليهم إخوانهم وآتوا إلى المدينة ومكثوا فيها عشرين يوما وليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماء حديثه والتلقي من ثم رجعوا إلى قومهم مبارحين من رحلة ضمام ابن ثعلبة إذ جاءهم رسول رسول الله صلى الله وسلم فأخبرهم بمسائل وشرائع عن الدين فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأتى ضمام ابن ثعلبة من باديته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستوثق منه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانت همتهم وهكذا كان حرصهم لسماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمله وحفظه ثم بلاغهم إلى منبعهم وأهليهم بل كان الواحد منهم يرحل طويلة من بلد إلى بلد ومن مصر إلى مصر لكي يسمع حديثاً واحداً بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس إذ بلغه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فركب راحته وقبل الأيام حتى أتى الشام أتى بيت عبد الله بن أنيس ثم استأذن من الباب فقال اذهب وقل له جابر يستأذن قال جابر بن عبد الله فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقه فقال حديث بلغني عنك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخبره بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث واحد وكذلك فعل أبو أيوب الأنصار إذ بلغه حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرحل راحلته وقطع المفاوز حتى أتى محدثه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث من سترى مسلما ستره الله في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه أقول لك على أن هؤلاء الثلة قد فهموا المهمة المنفلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين إلى من جاع بعدهم وقد بلغوا ونسحوا الأمة وأرشدوهم إلى ما فيه خيرهم إلى ما فيه خيرهم فيه من نعمة هذا الدين إنما كان بعد الله عز وجل سبب هؤلاء الثلة الذين حملوا هذه الأمانة وأدوها كما ينبغي رضي الله تعالى عنهم الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر